فنهفات من نهفات الألمان فهذا عمك أبو هانز في واحد اسمه أبو هانز عنده بنت اسمه يوليا فهي يوليا راحت على البار مرة من المرات فلتقيت هناك بشاب سوري شاب سوري مرتب محترم فهذا السوري طبعا رايع على البار لا يجيب له شي واحد يلطش له شي واحد يأخذ العماء على البار فأخونا هذا السوري المحترم أخذ لهاي البنت يوليا على البار وبعدين فتح معه مواضيع وحكاله عن بطولاته أو التأفية بالبار وحكاله عن بطولاته وأمجاده وشو كان عامل بسوريا وشو كان عامل بتركيا وكان سبع البرنبو كان أبو زيد يعني هلالي وما كان مخلي بنت من شره وكل البنات يحبوه ويتأثلوا عليه وكذا فقالت البنت العماء والله هذا لا أطفح ما لازم فروت من يدي فعزم على البيت قال له وكان شاب مرتب وعندي بيت حلو وعندي سالون وكذا وشي حلو طيب يا إسهري هادي اليوم بتقضيها لبقرة أوكي ما بروبلم أوكي تمام والله راحت معه البنت أكذبت خبر عمرت 18 سنة يعني مقبلغة جديد لأ كيان بقبلغة بسطالعة من الحذر تبع الأبوين جديد بعدين البنت هاي يوليا اسمها رجعت على عند أهل على البيت وفق الصباح وين كنت دائمة وليك هذا والله كنت دائمة وكذا وعزمني مين هذا الشاب سوري قالوا سوري يلا لا يوفيك يعدمني إياكي فهي إما قامت أيامة الثانية واحدة بقيت لمن؟ أبو هانز تعالي أبو هانز شوف بنتك شو عاملة شوفوا المصيبة الواحد في راسنا تعالي تنايمة مع واحد أجنبي أو سلندر شو؟ جعب أبو هانز بقى طلع يكب بنته قال له شو بنتي؟ قده هذا إليه هنا؟ قدت له شو سنة سنتين جاي جديد يعني حتى ألماني ما بيعرف حكي يعني تركتي كل الشباب الألمان إلا بحتي تحفسكتي مع واحد سوري قالت له والله يا بابا وكذا شب مرتب ومحترم ومتبولات ومتبولات وكان هناك عنده بيته سيارة وكان صاحب شركات في سوريا قال لي يا ابا والله يوفق والله خلي العصاية تنزل على جنابك قال خلالك أنا عمري الضوات مطحش السين انتم ما دخلكم فيدي قال دقل الشرطة بقى هذا طبعا الألماني نعرف النجاسة اللي عنده يعني أي شي بدقل الشرطة يعني وبيكون شغلة بعيخة يعني دقل الشرطة أبواز مرحبا والله بنتي نعمت مواعد وكذا وأجبرها ويمكن أجبرها يمكن اغتصبها أنا ما بعرف كذا أحابب أفتح تحقيق طويل بالك ممكن ما في شي ممكن بريداتها قالوا لا وقع الزلمي ما كزت خبر وفتح تحقيق بالقضية وهي كلها ليلة يعني ثلاث ساعات وهذه القصة ثلاث دقائق أكلت معاني ثلاث دقائق خالص وبعدين فتحت القضية وجابوها البنت وعترفت عليه أنه يعني أغراها وحكا لهم وعرف شو فراحت هي بقدين القوات الألمانية كلها جابوله فرقة كاملة اللي يعتقلوا للأخ لأخونا هذا الشاب السوري المحترم شابوه وعتقلوه وزرقوه بالحبس شو ستة شهور ما بيحكي مع حدا لا موبايلات لا واتس أب لا فيسبوك كلهم مشانا الليلة الليلة السودة اللي أضعها معاها ليلة واحدة بعد ستة شهور بعد ما إجت المحكمة وإجا المحامي وأثبت أنه ويلا كانوا مع بعض وجابوا شهود وجابوا تليفونات بيناتهم المحادثات فتحهم الموبايل وابجراون إنه هي هي طبعا كان برضاه الموضوع مبسوطة وكيفة وما مصدقة العكس أني بيحبوا يعني ناموا مع الأوستندر يعني بس ما عارفاني هذا أبو هانز أم هانز بدون يعملوا له مصيبة ستة شهور عادة بالحبس وجاب محامي وإجوا أهله دفعوا له بلاوي لا طلعوا طلعوا ما أعطوه ولا ليرطاويته هي طبعا دخلت بقضية إنه بلاغ كاذب وكذا فعندهم هون أخي الأنصرية موجودة يعني بشكل غريب حتى بالسكس يعني حتى بالسكس فيها أنصرية لا تحاول أبدا تتعرف على بنت ألمانية إلا إذا كنت واثق منها ومن أخلاقها يكون عندها شوية دين شوية أخلاق شوية تربية هدول هون الألمانية الأصلين أو من هم بحكم أنه ولده هون تلاقي عندهم هي النجاسة يعني الرجل إذا ما إيجا هيك تحت باطن وكان متل ما بده بتشتكي عليه بتبلغ عنه بتطلع من له قصة بتفتري عليه يعني قصص كتير زمان عجايب غرايب يعني طبعا إذا كنت ألماني أو تركي أو إيطالي وعايش هون كل حياتك بتعرف ترد بتعرف تحكي بتعرف تسب عليها وعلى أبوه وتسكته ما حتنحبس ولا دقيقة شخ تماما بس لأنك أنت غريب وجديد وهيك بدهم يتعشوا فيك الأوسلندر يعني هدو الشعب اللي بألماني ما بيتحيلوا أي فرصة أنه أنت صفيت سيارتك هيك أنت حكيت كلمة بالغلاط أنت مدري شو فبيلاقي بيلاقيه فرصة لأنه يطلع غضبه وحقده وغلو عليك لأنك أساسا هو بنظره أنت يعيش من الضرائب تبعه فانت بو منيح يا جماعة بعده عن هدول العالم بعده عن هدول أجنب البنات الصغار بعده يعني ما لنا ناقصنا نسود نشوه سمعت الشقالية السورية بيكفينا لهم الزات النسوان لا تقربوا عليهم يا أخي يقرب على كل شي ستوق نسوانهم يعني كل شي إلا النسوان أي قصص كتير حساسي عندهم سجن انفراضي بحطوك وبتحطوك مع عالم يعني بيبادلوك بادلة بتكره عمرك وبتكره النسوان وبتكره حياتك وبتطلع على برات السجن كرهان عيشتك بصدق تتجوز أو تخلص من حياتك والسلام عليكم